واستدعى المتهمة أمام المجلس الجنائية رفضت اليوم الكتلة الديمقراطية بالمجلس الوطني التأسيسي قرار الترفيع في منح نواب المجلس وجرايتهم مؤكدة ضرورة أن يكون المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية قدوة في الالتزام بضرورات التقشف وطلبت الكتلة الديمقراطية في بيان لها بإعادة النظر في هذا القرار صادر عن مكتب المجلس باعتباره يتناقض مع ما يتطلبه الوضع الراهن من وجوب تركيز الجهود للضغط على المصاريف وبتكثيف الجهود لإسعاف الفئة الضعيفة التي تعاني من الفقر والبطلاتية وغلاء المعيشة